إيران فعلت أنظمة عسكرية جديدة من شأنها جعل الهجوم الإيراني المرتقب على إسرائيل فعال وخطير للغاية هذه التفاصيل كانت قد نشرت في الـ 24 ساعة الماضية من قبل العديد من المصادر مثل إيران Observer، إيران Spectator ومعاريف العبرية وكذلك Austin Defender والمنظومة التي نتحدث عنها هنا هي منظومة ميرمانسك بي أن الروسية التي هي من صناعة شركة روسية في الأساس وهي شركة كريت، هذه الشركة متخصصة في عملية تصنيع وتطوير كل قدرات الحرب الإلكترونية الخاصة بالجيش الروسي وهي قامت بتصنيع هذه المنظومة التي نتحدث عنها في عام 2014 وقامت بتفعيلها في نفس العام وهو نفس العام الذي قامت فيه روسيا بالسيطرة على شبه جزيرة القرم وقامت بفتح مجمعا خاص بمركز الحرب الإلكترونية الخاصة بالجيش الروسي في سيفاستبول هنا تحديدا وهذه لا تستخدمها روسيا فقط في مواجهة أوكرانيا لا أبدا بل هي في الأساس لمواجهة قدرات النيتو الهائلة وهذه المنظومة التي نتحدث عنها لا يمتلكها حلف النيتو ولا تمتلكها أساسا الولايات المتحدة الأمريكية المنظومة ببساطة بمجرد ما تعمل وبمجرد ما تبدأ ببث الهجوم الخاص بها أو الهجوم الإلكتروني فأنها تعمل في درجة الأساس على عملية قطع أي اتصال تستهدفه على سبيل المثال الاتصالات العسكرية بين القوات البرية وكذلك القوات الجوية وحتى إشارة جي بي اس الاتصالات حتى المدنية وكذلك الاتصال أيضا مع الأقمار الصناعية وبالتالي أي شيء مرتبط بالأقمار الصناعية على سبيل مثال القمر الصناعي مع الطائرة أو القمر الصناعي مع القوات البرية أو القوات البرية مع الطائرات الحربية كلها تتعرض إلى التشويش أو تتعطل تماما عندما تبدأ هذه المنظومة ساعة الصفر في عملية قطع الاتصالات بهذه الطريقة وهذه بحد ذاتها تفتح النار على الطرف الذي يتعرض للهجوم لماذا؟ لأن هنا الطائرات تصبح بلا فائدة الأقمار الصناعية بلا فائدة وتدخل في مشكلة حقيقية بأن هناك هجوما من الممكن أن يكون خطيرا قادما بالتالي المنظومات الدفاعية على سبيل المثال عندما تحاول مواجهة مثل هذا التشويش ستكون في مشكلة لأن الرادارات أيضا ستكون في خطر بالتالي الضربات الصاروخية والهجمات الصاروخية ستكون دقيقة وستكون أكثر فعالة في هذه الحالة والأهم من ذلك أيضا أن القوات البرية ستكون قوية مهما كانت إن كانت على شكل جيش أو على شكل فصائل أو حتى مجموعات صغيرة قتالية ستكون مؤثرة ضد أهم الجيوش في حالة انقطاع هذه الاتصالات مع المروحيات والطائرات وغيرها وتسبب مشكلة كبيرة للغاية وقد تكون واحدة من أهم الأدلة التي نراها بين فترة وأخرى هي الهجمات التي تقوم بها روسيا على أوكرانيا رغم كل التجهيزات بجميع الأنظمة التي تتمتع بها أوكرانيا من الأنظمة الدفاعية وغيرها إلا أننا نرى بين فترة وأخرى أن هناك هجمات تطال كييف على العاصمة الأوكرانية وتكون هناك ضربات دقيقة للغاية وهذه المنظومات وأخطر ما فيها أنها تعمل على مسافات بعيدة للغاية لآلاف الكيلومترات الآن إيران وهذه الأنباء التي تأتي من خلال هذه المنظومات وامتلاكها لها الأنباء والمصادر التي عرضناها قبل قليل تؤكد أن إيران فعلت هذه المنظومات ودخلت للخدمة بالنسبة للجانب الإيراني وتحصلت مباشرة على هذه المنظومات من روسيا بسبب أن إيران ساعدت روسيا كثيرا في حربها ضد أوكرانيا وهذه المنظومات وكما نرى هنا المسافة بعيدة من إيران إلى إسرائيل هناك ثلاث دول كما نلاحظ حتى تصل إلى إسرائيل والحدود من هنا آخر حد من إيران مباشرة باتجاه إسرائيل ستجد أن المسافة تصل تقريبا إلى ألف كيلومتر هذه المنظومات تستطيع من العمل وتنفيذ التشويش وتعطيل الجي بي أس والاتصالات إلى مسافة تصل من خمسة آلاف كيلومتر إلى ثمانية آلاف كيلومتر أي إنها تغطي إسرائيل وما بعد إسرائيل وتستطيع حتى التشويش على قبرص من دون أي مشكلة هذه مسافة تعتبر بسيطة بالنسبة لهذه المنظومات وبالتالي واضح جدا هنا بالنسبة للجانب الإيراني وباستخدامه وحصوله على هذه المنظومات هم يبحثون عن عملية تعطيل القدرات الجوية الخاصة بالجانب الإسرائيلي وهذه الطائرات والطيران الإسرائيلي هو يعتبر سلاحا مهم بالنسبة لإسرائيل في مهاجمة حزب الله الفصائل في سوريا الفصائل في العراق جماعة الحوثي غزة وحتى على مستوى الضفة الغربية بالتالي تعطل هذه القدرة يعني أن هناك رغبة كبيرة جدا من قبل الجانب الإيراني للنجاح بالهجوم القادم وأن يكون مختلفا عن عملية الوعدة الصادقة التي انطلقت في الثالث عشر من أبريل التي رأينا من خلالها الطائرات المسيرة شيئا فشيئا وهي تتقدم إلى المنطقة وبعد ذلك جاءت موجة الصواريخ لتهاجم إسرائيل وتتعدى عدد من الدول الموجودة هنا التقديرات الإسرائيلية تحدثت منهم يتوقعون أن هذا الهجوم في الأساس سيكون مختلفا أن الصواريخ هي التي ستأتي في البداية من قبل الجانب الإيراني وسيستخدمون فيها صواريخ هايبر سونيك وهي من صواريخ فرط صوت مثل فتاح واحد وفتاح اثنان هذه الصواريخ تحديدا لم تستخدم في عملية الوعدة الصادقة رغم أن هناك كثير من التقارير التي تحدثت بأن هذه الصواريخ قد استخدمت ولكن هذه الصواريخ في حقيقة الأمر بحسب التقديرات الإسرائيلية ستستخدم في البداية مع عمليات التشويش التي تبحث إيران عن تحقيقها ضد إسرائيل وبالتالي إرباك كل الاتصالات والأنظمة الرادارية والأنظمة الدفاعية قدر الإمكان باستخدام هذه المنظومات ومفاجأة العمق الإسرائيلي بهذه الصواريخ السريعة للغاية والبحث عن ضرب عدد من الأهداف الموجودة في الداخل الإسرائيلي وهذا أيضا يوضح مسألة مهمة قد يوضح بأن إيران هنا تخطط للقيام بعملية في داخل إسرائيل قد تكون عن طريق حزب الله اللبناني أو أي قوة أخرى موجودة في سوريا من الفصائل المسلحة أو غيرها لتوجيه ضربة كبيرة بأن المسألة ليست جوية فقط وإنما ضربة داخلية تحديدا هناك بعض المؤشرات توضح بأن إيران ممكن فعلا أنها تبحث عن عملية داخلية في الهجوم على إسرائيل واحدة منها نشرت بعض المواقع الخاصة في الفصائل المسلحة أو المواقع الموالية للحرس الثورية الإيراني صور لمقاتلين كما نلاحظ وهم من مقاتلين نخسة وهؤلاء المقاتلين هم من القوات الخاصة في الحرس الثورية الإيراني ثلاث صور تقريبا هي التي نشرت لهذه القوات والتي أوضحت من خلالها هذه القنوات الغير رسمية طبعا قالت بأن هؤلاء المقاتلين على بعد بضعة مئات الأمتار من إسرائيل وهذه القوات أساسا قد دخلت إلى سوريا أثناء الحرب الأهلية السورية وتمركزه هناك في تلك المنطقة وبالتالي من الممكن لهذه القوات أن تكون في سوريا أو أن تكون تقاتل جنبا إلى جنب مع حزب الله اللبناني في إشارة واضحة من خلال هذه الصور أن الحرس الثورية الإيراني قد يكون يهيئ لعملية خاصة داخل إسرائيل لتوجيه ضربة داخلية في العمق الإسرائيلي وأيضا واحدة من المؤشرات أن إيران قد تهدف لهذه المسألة هي تغريدة المرشدة الأعلى الإيراني التي صدرت في الثالث من أكتوبر من العام الماضي أصدر هذه التغريدة طبعا ونشرها والتي أوضحت بشكل واضح بأن النظام في إسرائيل قد انتهى بعدها بأربعة أيام حدث ما حدث ورأينا السابع من أكتوبر وكانت ضربة كبيرة للعمق الإسرائيلي هذا المرشدة الأعلى والحساب الخاص به لتثبيت هذا المنشور تحديدا على موقع أكس ليوضح وتوضح إيران بأن هناك رغبة بتوجيه ضربة إلى قلب إسرائيل من خلال هذه العملية للانتقام لعملية الاختيال التي طالت رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ومركز الروابط للدراسات والبحوثة الاستراتيجية لم يختلف مع هذه النظرة بل إنه رأى أن الأمور ممكن أن تصبح أسوأ بكثير على من؟ على حيفا ولاحظ ما الذي قاله مركز الروابط هنا نرى أن قوة الرضوان ستعمل على تدخل البري نحو أهداف محددة واستراتيجية في منطقة حيفا وتحقيق الغلبة الميدانية عبر المواجهة المباشرة وأضاف ومن الممكن لها أن تساند أي عملية تعرضية بالصواريخ الموجهة إلى أرصفة التحميل والسفن البحرية والغواصات النووية فيه وبالإضافة إلى ذلك إن واحدة من المؤشرات إن هناك عمل على الجي بي أس والاتصالات وتشويش حاضر الآن في إسرائيل وفعلا الأمر تحدثت عنه عدد من المصادر الإسرائيلية مثل I-24 على سبيل المثال ذكروا هنا في الأربعة وعشرين ساعة الماضية بأن الناس لاحظوا في إسرائيل أن خدمة الهاتف أو إشارة الإنترنت الخاصة بهم قد تعطلت إزرائيل ريدار قالت إن هناك انقطاعات في تل أبيب بنظام تحديد المواقع العالمي جي بي أس وما قد يوضح أن هذه المنظومة فعلا في مرحلة الاختبار بالنسبة للجانب الإيراني قبل القيام بالعملية الكبيرة للغاية والتي طبعا واضح جدا أنها لن تكون عادية لأن هناك ضرب أيضا لمناطيد الاستطلاع أو بالونات الاستطلاع الخاصة بالجيش الأمريكي هذا البالون على سبيل المثال ضرب صباح هذا اليوم كما تلاحظون في الداخل السوري في حقل أو قاعدة حقل العمر النفطي الذي تتواجد فيه قوات التحالف الدولي وسقط في نهاية المطاف وهو من المناطيد الاستطلاعية المهمة التي ترى أي تهديد ممكن أن يكون حاضرا على القواعد الأمريكية على سبيل المثال بالتالي ضرب هذا المنطاد الذي يأتي بهذا الاتجاه قريبا من الحدود العراقية وكذلك محاولة التشويش على إسرائيل بالدرجة الأساس يوضح أن هناك رغبة في إطلاق الصواريخ بهذا الشكل عبر الأجواء في إقليم كردستان وتفادي كل الرادارات الموجودة في المنطقة ومحاولة الوصول إلى أين؟ إلى شمال إسرائيل المنطقة التي تتجمع فيها القوات الإسرائيلية وتستعد لمهاجمة حزب الله اللبناني والأهم هو الوصول إلى حيفا كما تحدث مركز الروابط للدراسات والبحوث الاستراتيجية هنا وموقع أكسيوس كان قد أشار عن مسؤولين أمريكيين بأن الأمر من الممكن أن يكون هذه الليلة ليلة الثلاثة أو صباح الثلاثة متجهين ليلة الأحد على الاثنين أو صباح الاثنين تحديدا وهذا ما ذكرته أكسيوس قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أنهم يتوقعون أن تهاجم إيران إسرائيل في وقت مبكر من يوم الاثنين وكذلك إيران إنترناشنال أساسا أشارت أن هناك اجتماعا لقادة الحارس الثوري الإيراني الاستخبارات الأمن المسؤولين في اللجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية كلهم من المفترضة اليوم قاموا باجتماعا بحسب ما تحدثت عنه إيران إنترناشنال وعادة هذه الاجتماعات تأتي قبل القيام بالهجوم بالتالي الساعات القادمة هي خطيرة مثل أي ساعات مضت علينا طبعا بسبب كل ما جرى ما بعد إسماعيل هنية وفؤاد شكر في لبنان وكذلك إسرائيل من جهة أخرى أيضا أظهرت لقطات مصورة لها في القاطة ساعر ستة وهي موجودة في حيفا في محاولة للدفاع عن الميناء الاستراتيجية الخاص بها وهذه المدينة الاستراتيجية التي أصبحت مهمة للغاية بعد كل ما جرى لميناء إيلات جراء الهجمات القادمة من جماعة الحوثي في المياه الإقليمية إن كانت في البحر الأحمر وإن كانت في خليج عدن وكذلك إسرائيل طورت نظاما في الهواتف الخاصة بالمواطنين الإسرائيليين يظهر الانذار بهذا الشكل في حالة بدأ الهجوم سيظهر الانذار بهذا الشكل مع صوت عالي كالصافرة متقطعة ويطلب من المواطنين أن يتجهوا مباشرة للملاجئ لأنهم يتوقعون أن الهجوم سيكون كبيرا وغير مسبوك من قبل الجانب الإيراني وهناك أيضا تحذيرات مستمرة من قبل الولايات المتحدة أستراليا بريطانيا كندا كل هذه الدول طالبت من رعاياها مغادرة لبنان مباشرة أو السفر أو الابتعاد عن السفر طبعا إلى لبنان كذلك الولايات المتحدة لديها تحركات عسكرية كبيرة للغاية كما تحدثت الـ CNN الأمريكية على سبيل المثال سرب إضافي من طائرات F-22 Raptors هذه الطائرات قد دخلت إلى منطقة الشرق الأوسط وظهرت على الفلايت ريدار 24 طائرات الكي سي 1-3-5 شارو تانكور المتخصصة في عملية تزويد الوقود وهي تحلق من قاعدة العديد القطرية متجهة إلى الأجواء العراقية وهذه التسجيلات طبعا من يوم أمس تلاحظ كيف أنها تحلق في هذه المنطقة وعادت من غرب العراق مباشرة إلى قاعدة العديد وهو يوضح أن هناك مقاتلات تحلق فوق الأجواء العراقية تحاول التصدي لأي هجوم قادم من قبل الجانب الإيراني وهذه الطائرة هي تزودهم بالوقود ولذلك هي الوحيدة الظاهرة بحسب الفلايت ريدار 24 وكذلك أن الولايات المتحدة أعطت الأوامر بسرعة وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون لـ USS إبراهام لينكن للتوجه إلى منطقة الشرق الأوسط لتكون جنبا إلى جنب مع USS فيودور روزيفيلد التي هي تأتي باتجاه إيران الآن في خليج عمان تحديدا لكن المشكلة مع USS إبراهام لينكن هي الآن موجودة هنا في قوام وهذه جزيرة قوام بعيدة للغاية عن موقع المواجهات وما هو قادم في الساعات القادمة أو في الأيام القليلة الماضية موقعها في الثاني من أغسطس أي في الثمانية وأربعين ساعة الماضية هنا لاحظ هنا تايوان وهذه هي الصين تحديدا كما تلاحظون ومن مهامها هي توفير دعم طبعا لتايوان في ظل كل هذه الظروف التي تأتي من أي غزو محتمل من قبل الصين استغلالا للظروف التي ممكن أن تجري في منطقة الشرق الأوسط الحرب في روسيا وفي أوكرانيا لاحظ كم هي بعيدة من هذه المنطقة هي بحاجة لأسابيع طويلة كي تصل حاملة الطائرات الأمريكية إبراهام لينكن إلى منطقة الشرق الأوسط ولتصبح طبعا مع ثيودور روزفيلد الموجودة هنا كما تحدثنا في خليج عمان وتفرض سيطرة طبعا على إيران في حالة تصاعد الأمور ولكن هي المشكلة والواضح جدا أنها رسالة من الولايات المتحدة لأنها بحاجة لأسابيع من الممكن للهجوم أن ينتهي وأن نكون في حرب إقليمية وحتى هذه اللحظة إبراهام لينكن لن تصل إلى هذه المطقة لكن هي رسالة من الولايات المتحدة الأمريكية بأننا حاضرون وحاضرون بقوة لكن المفاجئة الكبيرة هنا أن الصين لم تكذب خبرا بمجرد ما شاهدت ورأت أن هذه حاملة الطائرات بدأت تتجهي إلى منطقة الشرق الأوسط فجأة جاءت الطائرات الصينية لتحوم فوق تايوان وتايوان اليوم قالت بأن 36 طائرة صينية حلقت حول تايوان في تهديد خطير للغاية بالتالي المحور كله يعمل ضد الولايات المتحدة وحلفائهم من جميع الاتجاهات بالتالي الأمور ليست سهلة ومعقدة لكن يجب أن لا ننسى قدرات الولايات المتحدة وإسرائيل قد تكون قادرة من التصدي للمنظومة التي تحدثنا عنها رغم أن هذه المنظومة أثبتت كثير من القدرات في أوكرانيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر